ونحييكم مشاهدينا من جديد تزداد حدة التوتر بين إدارة رئيس الأمريكي جو بايدن وشركات صناعة النفط العملاقة في الولايات المتحدة قبل أقل من يومين من إجراء الانتخابات النصفية المقررة في الثامن من نوفمبر الحالي وأفدت وكلة بلومبرغ بأن تصريحات رئيس الأمريكي جو بايدن بشأن أرباح شركة النفط الأمريكية الكبيرة أثارت التوترات في مجال صناعة الوقود وأوضحت أن رئيس الأمريكي جو بايدن محبط من شركة النفط الأمريكية كونها تكبح الانتاج لرفع الأسعار مشيرتان لأن بايدن هدد شركة النفط الأمريكية بزيادة الضرائب لدفعها لخفض الأسعار وكانت شركة إكسون وشيفرون للنفط قد حذرتها من خطورة فرض بايدن أي ضرائب غير متوقعة ترجمة نانسي قنقر نقش هذا الملف مع ضيوفنا من واشنطن دكتور ريدموند غريب الأستاذ في العلاقات الدولية أهلا بك دكتور ومن واشنطن عبر سكايب بيهاب عباس الباحث في شؤون الأمريكية أهلا بك دكتور كذلك إلى هذا النقاش واسمح لي أن أبدأ معك أستاذ عباس في الواقع تهديد بايدن شركة النفط الأمريكية بزيادة الضرائب لدفعها لخفض الأسعار هل ترى فيه حقيقة توجها ورفقا بالمواطن الأمريكي أم أن عين بايدن على الانتخابات ليس أكثر أهلا بحضرتك وأهلا بالأستاذ العزيز إدمن غريب وبكل المشاهدين أينما كانوا لا أعتقد أنها تأتي في إطار الخوف على مكتسبات المواطن الأمريكي أو على جيبه من الرئيس جو بايدن بالطبع هي دعاية انتخابية واضحة وصارخة قبل الانتخابات بيومين وكان أمامه العديد من الأشهر كي يقول هذه الجملة قبل ذلك لماذا يقولها اليوم فقط لأنه تم إعلان نتائج الأرباح طيب هناك أصلا مؤسسات بحثية حتى منها ما هو مرتبط بالحكومة الأمريكية يستطيع أن يحدد مكاسب هذه الشركات بسبب الحرب الأوكرانية الروسية المندلعة منذ حوالي تقريبا عشرة أشهر إذن هي مسألة انتخابية محضة ولكن تأتي في وقت متأخر جدا لا أعتقد أن الناخب الأمريكي سيهد قبالا لهذا الأمر خاصة بالمناسبة أن أسعار الوقود اليوم في ازدياد مضطرد يعني في خلال الأسبوع قبل الأسبوع وحتى الآن زاد جالون البرميل في واشنطن ما يقرب من 25 إلى 30 سنة للجالون الواحد وهذا يضيف المزيد من الضغوط على جايب المواطن الأمريكي ولكن هذا دكتور إدماند ألاهي يعتبر تلاعبا بالناخب الأمريكي وبالتالي تلاعبا بنوايا العملية الانتخابية وبالتالي تلاعبا بالعملية السياسية بأكملها في أمريكا تحياتي لك وللصديق أستاذ عباس من الواضح أن الإدارة الأمريكية كل الإدارات الأمريكية لا بل كل السياسيين الأمريكيين يستغلوا أوضاع معينة لتحقيق أهداف سياسية هذا ليس جديد ولكن الرئيس بايدن فعلا ببدء هجومه وبدأ هذا الهجوم قبل تقريبا أسبوع طبعا كان قد لمح إلى ذلك عدة مرات قبل ذلك ولكن الهجمات بدأت حوالي قبل أسبوع عندما برزت معلومات تفيد بأن الأرباح شركات النفط والغاز وخاصة أن الشركات الكبرى قد وصلت إلى أرقام قياسية فعلا غير مسبوقة وذلك خلال الربع الأول والثاني والآن الثالث هذا العام أي أنها قد ارتفعت الأسعار كما نعلم جميعا أسعار البنزين أسعار النفط أبرميل النفط وصلت في مرحلة من المراحل إلى حوالي 140 دولار للبرميل وبالتالي فأن هذه الأرباح وصلت حسب بعض المعلومات إلى حوالي 200 مليون دولار حتى الآن ولذلك فإن الرئيس وهو يواجه تحديات كبيرة الآن تحديات انتخابية وهنا اتفق تماما وقاله الصديقي العزيز للأستاذ عباس هو أن هذه الإدارة تحاول أن تحقق أهداف سياسية بشن هجمات على شركات النفط وذلك فعلا لأنها تعتقد بأن شركات النفط التي حققت أرباح قياسية غير متوقعة سيمكن على الأقل أن يستغلها الرئيس لتحقيق أهداف سياسية وربما لكسب أصوات بعض الأمريكيين ناخبين الأمريكيين ولكن دكتور إدماند قد يقول البعض بأنه من الغريب اعتبار ذلك مشروعا كما تفضلت بالإشارة قد يقول الدكتور إيهاب بأنه هذا لا يمت لشيء من شرعية الانتخابات دكتور عباس ما رأيك لأنه في الولايات المتحدة الأمريكية كل شيء بحسابه حتى الكلام والوعود خاصة لها حساباتها إذا لم تنفذ فيما بعد صحيح أتفق مع حضرتك يجب أن نشير هنا أيضا إلى أن الرئيس جو بايدن على عداء أصلا مع قطاع النفط داخل الولايات المتحدة الأمريكية وفي خلال دعايته الانتخابية للرئاسة الماضية قبل عامين وأكثر بقليل كانت تقوم هذه الدعاية في أحد بنودها على استبدال الطاقة الأحفورية اليوم التي تستخدم النفط والمحروقات إلى آخره بالطاقة النظيفة والمتجددة والطاقة الشمسية إلى آخره وهناك تهديدات كانت من قبله ومن قبل حملاته بأنه سيحاول القضاء على القطاع النفطي بحلول عام 2050 على ما تذكر أو 60 شيء من هذا القبيل يعني هو يقصد الرجل أنه يريد أن يحول الولايات المتحدة الأمريكية للاعتماد على الطاقة النظيفة والطاقة المتجددة وليس الطاقة التي تزيد من تضرر المناخ نتفق معه في ذلك الأمر ولكن لا تعادي هذا القطاع الكبير الذي يبلغ العاملون فيه وأسرهم والقطاعات المرتبطة به ما يقرب من حوالي 10 ملايين أو 15 مليون مواطن أمريكي فهؤلاء كلهم أصواتهم دائما وأبدا تذهب إلى الجمهوريين لذلك هذا العداء الجديد لهذه الشركات اليوم ما من شأنه إلا أن يزيد من إصرار الناخب الجمهوري إلا إلى التوجه إلى صندوق الاقتراع وليس عدم التصويت ولكن للتصويت لكل من هو جمهوري على حساب الديمقراطية وحتى لو باع لهم خطاب الطاقة النظيفة تعلم حضرتك بأن الطاقة النظيفة يعمل على وسائل تحقيقها لسنوات طويلة وليس لسنتين طبعا ومكلفة جدا بالضبط حتى وإن وضع خطة لن تكفيه سنتين لتحقيق هذه الخطة فدكتور إدموند هل يبيع بايدن هل بقي له غير الكلام غير الوعود لمحاولة الظفر ببعض القبول في هذه الانتخابات النصفية لأنه نرى بأنه لم يتبقى له شيء حتى الأمريكيون أعلنوا عن غضبهم وقالوا نحن من أوصلنا أنفسنا لما نعيشه اليوم فيما يتعلق بغلاء المعيشة بدون شك أولا أن الرئيس بايدن يجد نفسه الآن في وضع صعب والديمقراطيين أيضا في وضع صعب هناك توقعات كبيرة أنهم سيخسروا مجلس النواب وهناك احتمال بأن يسيطر الجمهوريون أيضا على مجلس الشيوخ ولذلك نرى هذه الحمالات الانتخابية التي يقوم بها الرئيس بايدن يقوم بها الرئيس السابق أوباما يقوم بها بعض قادة الديمقراطيين المعروفين ونائبة الرئيس وحتى هيلاري كلينتون وآخرين وذلك لأنهم يخشون نتائج هذه الانتخابات طبعا هذه قد تكون إحدى الأسلحة التي يستغلها الرئيس ليقول أن ارتفاع الأسعار ارتفاع سعار البنزين وهي مشكلة كبيرة بالنسبة للمواطن الأمريكي هي نتيجة للأسعار الخيالية وللأرباح غير الواقعية التي تحقق شركات النفط وهدد شركات النفط بأنه سيفرض عقوبات عليها أو ذرائب ولكن في نفس الوقت هذه مسألة صعبة وخاصة أن شركات النفط كانت تعاني مثلا أسهم شركة إكسون موبيل قبل ثلاث سنوات وصلت إلى حوالي 30 دولار للسهم الآن هي 112 دولار ولماذا لم تساعد الإدارة هذه الشركة عندما كانت تواجه مشاكل كبيرة وبدأت تبيع أرصدتها هذا يعني وخاصة في سوق الرأس المال الذي تؤمن به الإدارات الأمريكية بغض النظر عن ما كانت جمهورية أو ديمقراطية ولذلك أعتقد أن هناك مشكلة كبيرة تواجه الديمقراطيين والرئيس يحاول أن يتخطى هذه المشكلة وأن ينسب سوء إداء سياسته بالترويج للوعود أستاذ إدماند ولكن هل ستنجح هذه المرة هذه الخطة دكتور إيهاب هل يمكن القول بأن هذه هي رقصة الديك المذبوح أم هناك مبالغة في قول ذلك وبأن الديمقراطيين لديهم القدرة من الاستفادة من هذه الإجراءات الأخيرة لا هي رقصة الديك المذبوح أتفق مع حضرتك في هذا التعبير وهناك من سخريات القدر جو بايدن الذي كان يحاول منذ أشهر قليلة جدا مع عدة دول خليجية كي تقوم برفع إنتاجها من النفط تلبية لما يعتقد هو احتياجات الأسواق العالمية لخفض أسعار النفط اليوم لا يستطيع أصلا أن يتحكم في إنتاج النفط الداخلي في بلاده ولا في هذه الشركات ويخالف كل التوقعات السوقية أتفق مع دكتور إدموند فيما يتعلق بمعاناة شركات النفط الأمريكية خلال الفترة الماضية خاصة إبان وباء كورونا لأن إنتاج برميل النفط الذي يستخرج مثلا من خام تكساس من الصخر يتكلف تقريبا حوالي 35 أو 40 دولار تكلفة الإنتاج وكان يباع إبان كورونا ب28 دولار الشركات كانت تقسر بعشرات ومئات ملايين من الدولارات ولم يتدخل جو بايدن لحماية هذه الشركات فمن حق هذه الشركات اليوم أن تحقق أرباحها بكل تأكيد وهو عليه إدارة سياساته الخارجية بصورة أنجع كي ينخفض سعر البترول المسألة ليست في أرباح قياسية لشركات البترول الداخلية المسألة في سوء إدارته للملفات الخارجية التي أدت بارتفاع أسعار النفط بهذه الصورة الغريبة نعم على كل أن نحن سنبقى في انتظار سنرى كيف ستجري الأمور إن ستفعل هذه التهديدات أم لا وإن فعلت كيف سيكون تكون نتجرها على حزب الديمقراطيين أود شكركم جزيلا شكرا على الحضور ومشاركتنا هذا النقاش من واشنطن نهاب عباس البحث في شؤون الأمريكية ومن واشنطن كذلك الدكتور إدموت غريبة الأستاذ في العلاقات الدولية شكرا لكم شكرا